يعطيكم الف عفية بتمنى تكونوا بالف خير اليوم يا ماما بدنا نشرح موضوع نكمل موضوع الاعداد نحنا خلصنا من الاعداد رقم واحد واثنين وخلصنا من ثلاث لعشرة بالعداد اليوم موضوعنا عن الاعداد المركبة الاعداد المركبة يهمني بالموضوع الاعداد المركبة ايش يعني اعداد مركبة يعني 11 و 12 و 13 لا 19 وبقي الاعداد المركبة تمام قبل لازم نكتب التاريخ تمام نيجي اول اش على الاعداد المركبة رقم 11 و 12 رح رح نفصلهم طبعا نيجي لـ 11 و 12 رح تيجي تحكي لي انت لحالك يا ماما هذا بشبه رقم واحد واثنين صح يشبه العدد واحد واثنين اذا انا بدي احكي العدد يطابق المعدود في التذكير والتأنيث تمام اذا اول اش القاعدة بيحكي لنا العدد العدد يطابق المعدود في التذكير والتأنيث تمام اتنين بيحكي لنا المعدود يأتي مفردا المعدود يأتي مفردا ثلاث المعدود يعرب تمييز منصوب دائما دائما اعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح تمام طيب هسا بدنا نيجي نشرح يلا اول شغلة عندنا مثال بدي أبلش برقم 11 لانه رقم 12 لحال رقم 11 بيجي بيحكي لنا مثال قراءته 11 قصة طلع علي يا ماما اول اشي حكينا المعدود يأتي مفرد صحي المعدود بحدد انا عندي معدود وعندي عدد عدد وعندي معدود صح طيب تمام حكينا المعدود يأتي مفرد هاي يجي مفرد قصة واحدة المعدود يعرب تمييز منصوب هاي تنوين الفتح تمام طيب هسا شو ضل علينا رقم لعدد هذا رقم 11 بدنا نحوله لعدد لكلمات كيف يجي يصير اول شغلة مش المعدود مؤنث لازم كمان لعدد يجي مؤنث تمام فبتصير كتابتي قرأته احدة لانه مؤنث واحد احدة تمام عشرة قصة تمام تمام ها ها بسميه عدد مركب يعني جزء واحد رح تيجي تحكي لي طب يا ميس شو اعراب احدى عشرة يا ترى تعرب احدى لحال وعشرة لحال لا 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 ما بيصير هون بعربها جزء واحد كأنها كلمة واحدة شو بعربها بحكي انه عدد مركب مبني على فتح الجزءين رح تيجي تحكي لي طب شو يعني فتح الجزءين يا عيني عليك شو يعني فتح الجزءين يعني لازم تظهر الحركة على رقم واحد وعشرة لكن انا عندي احدى عشانها آه الف مقصورة وحكينا الاسم المقصور لا تظهر عليه الحركة صح يعني اذا بعربه الفتحة مقدرة تمام فما بتظهر عليه بس لو كانت كلمة واحد ممكنت نكتب حركة ونحط حركة الفتحة وضحط مبني فيها على فتح الجزءين فيه ماحل وبسكت بدي أرجع للي قبل عشان عارف شو موقعها من الإعراب قرأة فعل والتاق ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذن هون ماذا قرأت 11 إذن في محل نصب مفعول به بدي أنبهك الخطوة كتير حلوة إنه إن شاء الله لو جاء هنا فاعل موقعها فاعل بيضبضلها مفتوحة العشرة وإحدى تمام طيب لو أنا حكيت لك جاء ها هاي فاعل جاء 11 طالبا تمام جاء فعل إذن هون رح تيجي فاعل والتمييز دائما المعدود تمييز منصوب تمام طيب رقم 11 يا ماما بتصير جاء طالبا ما دعمه مذكر بتصير 11 10 ها 11 طالبا مذكر 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 طلع هون مؤنث 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 طلع أنا شو عملت هون مفتوح مفتوح ها فتحة فتحة تمام بعربه عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محر رفع فاعل ما بيهمني إن كان موقعه بالإعراب اسم كان عمل فوع منصوب مجرور ما بيهمني بيهمني الحركات هاي الفتحة دائما موجودة طيب رح تيجي تسأل طب يا مس انتي ليش حطيتي رقم 12 لحال يا عيني عليك تفهمني مزبوط رقم 12 خاص يعني نفس القاعدة اللازم يكون مؤنث 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 أو مذكر 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 المعدود يأتي مفرد يعرب المعدود تمييز منصوب لكن هناك شرط واحد فرضا إنه 12 طالبا في الحديقة تمام بدي أروح على المعدود وان المعدود المعدود عندي طالبا وان العدد عدد 12 طيب بدي أروح أشوف طالبا مذكر ولا مؤنث طالبا مذكر برافا عليك إذن شرع يجي 2 و1 لازم يجي هون مذكر ولازم يجي هون مذكر طيب تعالوا حل إنه كونه مذكر يعني طه إنه 2 ولا 2 يال بسرعة 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 2 برافا عليك إنه 2 10 طالبا في الحديقة بسرعة رح يجي تحكي لي يا مستب ليش حطيتي 2 مش 2 يعني عليك هون رقم 2 12 لأنه ملحق بالمثنى بيجي بحكي لك ستوب أنا أنا مش زي رقم 11 طب ليش يا رقم 12 لأنه أنا بتعامل لحالي بحب أعرب حالي من حالي ما بحب حدا يشاركني بالإعراب يعني يعرب رقم 2 لحال و10 بعرب لحال ها طلع علي رقم 2 بعرب لحال و10 بعرب لحال مزي رقم 11 أنا رقم 12 مميز جدا تمام كم اثنى يا ماما بعربها حسب موقعها بالجملة اسم ها إن منصوب وعلامة نصبه لأنه ملحق بالمثنى رح تيش تحكي طب عشرة شو إعرابها يعني عليك عشرة هون عدد ثابت ما بيتغير إعرابه بالمرة فبعرب عشرة عدد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يعني هاد لك تحفظه حفظ رقم هاد لك تحفظه حفظ طالبا تمييز منصوب لأنه معدود وعلامة نصبه الفتحة الفتحة هيك أنا بكون شرحت رقم 12 ورقم 11 إذن ماما رقم 12 مزي رقم 11 هم بيطابقوا بكل إشي بس بيختلفوا بشغلة وحدة إنهم ما بيتحدوا بالإعراب بحكي لك أنا اثنين بعربها لحال وعشرة بعربها لحال رح يكون عندك واجب أول إشي حول الأرقام التالية إلى كلمات ثم اعرب كل من العدد والمعدود تمام طيب ليس 12 كتاب في المكتبة مع ضبط الدعم طبعا للحركة الإعرابية ورقم 2 ظلة 11 ممكن أحكي معلمة أو ظلت يعني أنت لحالك بتغير في المدرسة تمام الجملة الأخيرة رح أحكي لك كأن في الصندوق هاي إعراب الجمال الثلاث حول الأرقام نحول هالك كلمات بعدين بدي أعرب كل من العدد والمعدود وأي استفسار ياريت تبعت لي وهيك بكون نخلص الجزء الثالث من شرح الأعداد المركبة ويرات تلخصوا كل شي على الدفتر شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية موسيقى موسيقى